السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع. اذا نزولا عند واحدة الرغبة العدد كبير من المتتبعين تلبوني نعطيهم توقعات الامتحان الوطني الفين وعشرين الخاص بمادة اللغة العربية. اذا باش نكونوا عمليا شوية. عادي نقدم الامتحانات للتعطاعة من سنة الفين وعشرة الى سنة الفين وتسعتاش. باش هكا نقدرون نعطيه التوقع ديالنا في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله سواء يعني للمسلك ديال الاداب او للمسلك ديال العلوم الانسانية. اذا على بركة الله. اذا الامتحان الوطني درس النصوص اللي كتكون عليها ربعتاشر النقطة. المسلك ديالاداب. المعامل هو اربعة. اذا نشوفوا معي من سنة. عنا عدنا السنة. عنا عدنا الدورة العادية. هنا عدنا الدورة الاستدراكية. اذا شوفوا معي السنة من الفين وعشرة حتى الالفين وتسعتاش. شوفوا الدورة العادية. نص طبيقي نص طبيقي نص طبيقي نص طبيقي. ايدا. في الدورة العادية من الفين وعشرة لالفين وتسعتاش كله. يعني هات السنة وتعدو تعطاهم نص طبيقي. شوفوا معي في الدورة الاستدراكية. عطاهم في الفين وعشرة الدورة العادية نص طبيقي في الدورة السيدراكية نص نظاري ومسألة مخالفة تماما لسنة 2011 و2012 أعطاهم نص طبيقي في الدورة العادية وفي الدورة السيدراكية أعطاهم نص طبيقي نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012 فيما يعني عكس يعني باقي السنوات الأخرى ديالي سنة 2013 و2019 كي أعطاهم في الدورة العادية نص طبيقي في الدورة السيدراكية كي أعطاهم نص نظاري إذن نستنتج على أن الدورة العادية تأعطاهم دائما من 2011 إلى 2019 نص طبيقي هذا فيما يخص يعني آآ درس النصوص أما بالنسبة يعني للمؤلفات أيضا من سنة 2020 إلى 2016 أعطاهم في الدورة العادية 2010 ضائرة الشيء الحديث 2011 لسو الكلاب 2012 ضائرة الشيء الحديث 2013 لسو الكلاب 2014 لسو الكلاب 2015 ضائرة الشيء الحديث في الدورة اللولى أو في الدورة الدورة العادية 2017 ضائرة الشيء الحديث في الدورة العادية 2018 لغاية ذلك إذاً شوفوا معي ما كان لدينا شيء مؤشر الذي يقول لنا مثلاً بأنه في 2016 أعطونا ظاهرة الشيء الحديث في 2011 أعطونا للصول الكلاب، في 2012 ظاهرة الشيء الحديث أعطونا للصول الكلاب لكن شوفوا معي في 2014 أعطونا 2013 للصول الكلاب، 2014 للصول الكلاب في 2015 أعطونا للصول الكلاب، في 2017 و2018 ظاهرة الشيء الحديث، ظاهرة الشيء الحديث، ظاهرة الشيء الحديث إذاً شوفوا معي بإمكانكم أن تشوفوا هذه الاختلافات بين الدورة الأولى والدورة الثانية وما بين السنوات، وفي الأخير هذه نعطي أنا توقع ديالي لهذه المسائل إن شاء الله كلها ندوز ذلك إلى المسلك ديال العلوم الإنسانية في درس النصوص للمعامل ديالهم في التناري kalender أخير مع المعامل ديال من المعامل ديالهم هو أربعة إذاً شوفوا معي بإمكانكم سنة 2010 حتى 2011 الدورة العادية والدورة السيدراكية إذاً 2010 اعطوهم النسطوبيقي في الدورة السيدراكية في 2011 الدورة العادية في الدورة السيدراكي النسطوبيقي نص نظاري نص طبيقي. الفين وتلتعاش نص نظاري نص طبيقي. شوفوا معايا. من الفين واثناش حتى الالفين وخمستاش في الدورة العادية اعطاهم نص نظاري نظاري نظاري. اه بينما في الدورة السيدراكية تطبيقي تطبيقي تطبيقي. جاءوا الفين وستعاش اعطاهم نص طبيقي. الدورة العادية نص نظاري. الفين وسبعة عطاش نص نظاري نص طبيقي. الفين وثمانتاش نص نظاري نص طبيقي. جاءوا الالفين وستعاش اعطاهم نص طبيقي. اذا شوفوا معي ماشي برحل المسلق ديال الاداب اللي اعطوهم الدورة العادية اه كلها من الفين وشترة ليلفين وتسعتاش في الطبيقة الطبيق هنا لا وهكز هناك كما يكتلكم الاداب غد ندلس دابة الى المؤلفة اللي عليها الثاة ديال النقاط. اذا نشوفوا معي من الفين واشرعة تلالفين وتسعتاش ايضا في الدورة العادية اعطوهم نصة الكلاب. الفين وحداش دائرة شيء الحديث للسول كلاب دائرة شيء الحديث لصổ الكلاب من الفين وخمسطة عشر الفين وتسعتاش اذا اه اذا انتم ايضا يعني اه غتشوفوا هاد المسائل هادو وطبعا بامكانكم ان توقعوا غير التوقع اللي غادي نعطيكم دابعة. اذا بغا ندوز الى توقوع بصفة عامة سواء بالنسبة للمسلك الاداب او للمسلك العلوم الانسانية الخاص بالنصوص والخاص بالمؤلفات اذا توقوعي بالنسبة للمسلك الاداب مادم كل عام كيعطيوهم نص تطبيقي اعتقد حتى هاد السنة غادي يعطيوهم نص تطبيقي في الدروس الاولى للدورة الاولى والله اعلم كما قلت لكم مجرد توقع اما بالنسبة للمؤلفات فغايتهم غالبا والله اعلم ظاهرة الشيء الحديث مع احتمال اعطيو لص الكلاب الخاصة في الفصول الاولى اذا هذا فما يخص مسلك الاداب ندوز التوقوع ديالي بالنسبة للمسلك العلوم الانسانية رغم حقيقة صعوبة يعني باش نتوقع الاو انني كنقول الدروس الاولى غير واش نظري او لا تطبيقي الله اعلم وكذلك بالنسبة للمؤلفات وراكم شتو معايا كيفاش اعطيتكم من سنة الفين وعشر حتى الفين وتسعطاش يعني ولو كي اعطوهم بي اي نظرية تطبيقي اني مكينش شيء مثلا شي 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 حاجة كتأكد على انه رفض الدورة العادية تيعطيو دائما نص نظري اذا راكم شتو معايا المسائل وممكن ترجعوا لها اه علش قلت الدروس الاولى بالنسبة للمسلك عين نظر لني الضرفية اللي كنمر منها اذا اه الدروس اللي التنجزات يعني بشكل عملي وتنجزات في الاقسام وتمتحنتو فيها من خلال يعني انجاز الفروق هي الدروس الاولى كي اللي غادي يقول لي ايه وشنو بنسبة لنحنا هي الاحرار النفس الشي الامتحن اللي كيت تعطى الاحرار هو اللي كيت تعطى يعني المتمدرسين فهذا هو التوقع مجرد توقع باش مش فشي في الاخر يشي واحد يقول لي لا رقلتي لنا غاي يعطيونا اه مجرد توقع لاخوة راما كيتشي واحد اللي كي يعرف نهائيا شنو غايت تعطى فقط يعني الاساتي ده شنو تيديرو تيعطيو المقترحات ديالهم كيمشو هما تمايا في في الاكاديميا الى غير ذلك كي يختاروا واحد ستة ولا سبعة كي يزوم بشكل عشوائي ويني وكي يشوفو اش داك شي يعني محترم المعايير ومحترم المذكرات كي يشوفو داك شي الامور مزيانة تحتو كي يقترحو بان المفتشين ويني اللي اللي جاء للمكلفة بالمسائل ويقترحو بان هذا هو الامتحان اللي غايكون سنة الفين وعشرين اذا اتمنى لكم حب موفقوا الى الحرقة القديمة ان شاء الله